أستاذة هودا من القاهرة أستاذة هودا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته بقول لحركة أنا عندي ثلاثة أسئلة حاضرتك فضلي أولاً أنا عندي أخويا مقاطعنا مش عسل إيه معيني كلمته وأتطرقله بطل لو كنت دعلمين نحقق عليه وكده بس روح عند أول دتي ما بيكلمناش خارس أكنه مشاهد حد وبينزدش بنقاطله طيب خليني ما أكيد أكيد في حاجة حصلت عشان أطعك والله ما في حاجة حصلت حسنا كلمت قلت لنا أسفة لو عملت حاجة ما تزعلش منها طيب يعني هو أطعك من نفسه كده ده أطع أخواتي الستة إيه؟ الستة بنات أطعهم ما بيكلمش حدي فينا خالص معليش علي صوتك يا أستاذة هودا شوية أطع الستة بنات كلهم بيكلمش حدي فينا خالص أطع الستة بنات هو والد على الستة بنات والدتي بتعمل معنا مشاكل والدتي بتحول توقعنا بيننا طيب هو ولد على الستة يا أستاذ هودا هو ولد على الستة بنات أستاذ هودا هو ولد على الستة بنات آه آه احنا كلنا ما بكلمنيش هو اخه واحد لنا وحنا بنحبه او بنحترمه او والله طيب السؤال بتاع حضرتك على هونا ما كلمنيش انت عليك اسم بعد ما اعتذرت له او ما كلمنيش طيب السؤال ده السؤال الاول السؤال التاني السؤال التاني يا استوزة هودة السؤال التاني والدتي كنت معادها اللي هتسبب معي العمرة بس هي تعدينا فاخوتي قالي بلش اغضيها هل عليها زنب عشان وعدتها لاني المشاطر على الخدمة هناك اوي مش عاضي علاذ البيت طيب انا هجعوب بحضرتك السؤال التاني السؤال التاني في واحد متقدملي بس متزوج بس انا مش يعني رابطه عشان ان هو متجوض مش عاوض اخربتحت عشان ايه؟ مش عاوض اخربتحت حضرتك معلش انت بتقولي ايه معلش تاني هو واحد متقدم لي بس jutه كويس انا فاهم ففنا مش عاوض الموضوع Symphony مش عاوض اخربت الناس يعني فأنت مش عايزة مش عايزة تفسدي عليه بيته صح كده؟ آآآ فأنت بتقولي أن أنت لو قبلت السؤال أنا أصلا أرمنا ومعنديش أولادي يعني فإن أنا مش أخذ البيت ومش أعطيه كده طب معلش السؤال يا أستاذ عودة يعني هو ده صح لأنا مخذبش البيت ولا إيها قاطرتك طيب السؤال يا أستاذ عودة يعني بعد إذن حضرتك لو أنا فهم حضرتك عصير لحضرتك السؤال يبقى حضرتك أنت بتقدم لك حد متجاوز وإنت مستحرمة أن أنت في قبالي خطوبته دي عشان هو متجاوز فأنت خايفة أن أنت كده تفسدي بيت البيت اللي هو بتقبيته هو آآآآ صح؟ هو مناسب ليكي ولا مش مناسب؟ هو مناسب مش مناسب طيب بس أنا واكلة مع مراته هشو ملح فمش عودة طيب أنا أعكلم حضرتك لأن المسألة دي مسألة دقيقة شوي طيب طيب أستاذة أستاذة هدى أنت ليس عليكي إثم ولكن عليكي واجب يعني أخوك لو أطعك أنت ليس عليكي إثم بس عليكي واجب ليس عليكي إثم بأنه هو مؤطعته هو اللي يتحملها لكن عليكي واجب أن أنت تستمر في التواصل معه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه ووصل يبقى هو لو أطع دي مسؤوليته هو لكن أنت واجب عليك أن أنت توصليه دي أول سؤال السؤال الثاني ليس عليك يا إثم إذا وعدت أم وعدت حضرتك والدتك أن أنت تخليها تعتمر وبعدين ما قدرتيش بعد كده لأن الوعد غير ملزم لكن الأفضل والأكثر برا أن أنت تسعي أن أنت تسعديها أن يتروح العمرة ما قدرتيش لا يكلف الله نفسا إلا وسعه بس أنت أولي لها كده أولي لها كده يعني طيبي خاطرها أولي لها والله يا أمي متى استطعت أن أنا أعمل عمرة وأنت شايفة حالي أنا ما أقدرش ويا حبازة لو أعملت حاجة لطيفة خالص وبتدي تتحويش معها لعمرتها أو تستثمر لها أن هي تروح لعمر طيب الحاجة الثالثة بقى الحاجة الثالثة والمهمة بقى أن الزوج إذا كان شخص مقدمه وحده وهو متزوج من أخرى المسألة أنه هو ما يكسرش خاطر مراته ومسألة أنه هو عليه أنه يعلمها زي أي راجل محترم وما يتلعبش في الأوراق القانونية أنه هو يروح باعد الأونوان بتاعه على مكان تاني عشان ما يوصلهاش لإخبار بأنه هيجوز تاني فما يجدبش فأنا شايف اللي عايز يجوز تاني بكل رجول أروح يقول لمراته وكده إحنا حلينا نص المسألة أنه أنت فكرة أنه أنت هتخرب بيت لا هو دي مسؤوليته هو مش مسؤوليتك أنت أعيد الكلام تاني مسؤوليته هو وجعالي ده جزء من تقييمه كراجل يصلح للجواز أنه قادر يدير حياته مش بشكل عاطفي ومشاعري لكن قادر يدير حياته باتزان هو عايز يتجوز يروح يدير أول ملف وهو متزوج هو أنه يدير ملف الزوجة الأولى وأنا محبش فكرة الزوجة الأولى الزوجة وأنت هتبقى الزوجة مش الزوجة التانية هتبقى الزوجة عشان فيه العدل فهو أول حاجة أنا لو رايح مع حد لم يصلح لم يستطع أن يدير الشركة الأولى أعمل اندماجه ويجيب له شركة تانية أنا مش بتكلم على أن الجواز شركة ومسألة لا أنا عندي حد الآن ما عرفش يدير علاقته مع زوجة يبقى المفروض أن أنا أتأكد أنه قادر يدير علاقته مع الزوجة دي لأنه على فكرة طالما هو ما بيتأهلش طالما هو ما بيتدربش هيكرر نفس الأخطاء في الزواج التاني يبقى الحل أنه إيه يروح ويثبت أنه قادر على الزواج بأنه يعمل إيه يدير ملف الأولاني ملف مع زوجته على أي أن كان الإدارة دي لما هو يروح يدير الملف ده أنت هتكتفيش هتكتفي شخصيته أكتر لأنه ممكن يكون بيطلع الحاجات الحلوة اللي هو ما طلعاش مع زوجته الأولى لكن أنت لو عملت زي زوجته الأولى يطلع معاك نفس اللي هو بيعمله معاه يعني أنه إيه مش عارف يتفاهم معاه أنت لو كنت إنت هتنتقديه زي ما زوجته الأولى بتنتقده أيه برضو مش هيتفاهم معاك يبقى الحل هو إيه أن الشخص جزء من القبول عنده كيف يديره حياته لأن الجواز ده هو عقد الحياة زي ما يقول إحنا عندنا فقهام يسموه عقد الحياة زي الشيخة بزارة وغيرهم وغيرهم يسموه العقد ده عقد الحياة فالجواز ده عقد الحياة فأنا عايز أشوف هو بيعرف الحياة ولا ما بيعرفش فأنا نصحت لحضرتك أنت معلكيش اسم دي مسئولياته هو لكن الأهم أن أنت هو أنت اختيارك صح ولا غلط تعرف اختيارك صح ولا غلط إزاي أنك تشوفيه إزاي هو يدير ملف علاقته بزوجته أنت لسه ما فيش علاقة بينك وينه لو هو شاطر في قدرة ملفه بزوجته آه لا ده مناسب ساعتها بقى نتشوفها يعمل إيه ترجمة نانسي قنقر